مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بدأنا نتكلم عن المسيح المزيف الإسبوع الماضي في نقطة مهمة جدا وهي نقطة الصلب والفداء فالإسلام أو الكرآن يقدم لنا مسيحا لم يصلب ولم يقدم دليلا واحدا أما الإنجيل والتاريخ فيشهد على حقيقة صلب وموت المسيح النهاردة حاببا أتكلم عن الإدعاء الكرآن مقابل شهادة التاريخ يمكن مش أتكلم من الأدلة الكثيرة جدا اللي موجودة في الكتاب معدس من نبوات في العهد الأديم من الأربع أنجيل من الرسائل اللي موجودة كلها اللي بتتكلم عن حقيقة مهمة جدا وهي أن المسيح مات ودفن وأن المسيح قام وظهر ومش هتكلم عن شهادة شهود العيان لكن هتكلم عن التاريخ المدني التاريخ بصفة عامة هل ذكر في الوثائق التاريخية سواء اليهودية أو الرومانية أي شيء عن أن المسيح قد صلب وهل ذكر أشياء عن صلب المسيح حقائق عن صلب المسيح قبل ظهور الإسلام طبعا من الأشياء يعني زي ما بقول حضرتكم دايما أن الشر البلية ما يضحك لكن من الأشياء فعلا اللي بتخلي واحد يضحك أنه واحد جايلك بدون ما يكون عنده أي دليل وبيطعن في حقيقة تاريخية مؤكدة تاريخية كويس ولها شهود كثيرين وسجلت على مر التاريخ ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة وبعدين يقول لك لا أصلا يعني أنا عندي الحق أنت ما عندكش الحق هل تاريخية صلب المسيح حقيقة مؤكدة أم لا هنشوف فيديو أول أول فيديو بيكلم فيه عن أنه حقيقة صلب المسيح غير متفق عليها تاريخيا وعدين هنشوف الأدلة اللي بيقدمها لنا على أنه حقيقة صلب المسيح حقيقة غير متفق عليها تاريخيا لكن خليونا نسمع الفيديو الأولاني ونرجع نعلق على الكلام بتاعه دي مسألة في غاية الأهمية هل صلب المسيح عليه إجماع تاريخي ولا لا في الواقع أنا بتدعي أن محدش يقدر يقول أن صلب المسيح من الناحية التاريخية مسألة عليها إجماع وأنا بتدعي أن من أقدم المصادر التاريخية المعتبرة عند المسيحيين بنجد أن في ناس كثر اعترضوا على فكرة أن المسيح يتصلب ومات وأمن الأموات طيب هو بيقولك الواقع وحسب اقتناعي أنا الشخصي وحسب الإدعاء بتاعي أنا بقول إن ما فيش اتفاق تاريخي على صلب المسيح طب هتروح لفين تثبت لنا الحقيقة دي هتروح لفين طب إيه هي الأدلة اللي عندك اللي بتؤكد على إنه صلب المسيح لم يكن عليه اتفاق تاريخي هنشوف بقى هيروح لنا فين وهيجيب لنا إيه ها والأدلة والبراهين اللي هيستخدمها لكي ما يؤكد على إنه صلب المسيح لم يكن عليه اتفاق تاريخين الفيديو الثاني ده تكمل الفيديو الأولاني لكن هو هيروح عند حاجة ها هنكمل الفيديو الأولاني لكن لكن هنشوف إزاي إنه الأدلة اللي بيقدمها لإخوة المسلمين ما هي إلا قشة بيتعلقوا بيها لكن هي فعلا أدلة ملهاش أي سند ولا يمكن العاقل أن يقبل لنكمل فيديو مسألة عليها إجماعة وأنا بتدعي إن من اقدم المصادر التاريخية المعتبرة عند المسيحيين بنجد إن في ناس كثر اعترضوا على فكرة إن المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات في الواقع لما بنجي نتصفح الرسائل المنسوبة لبولس المدعو رسول للمسيحية بنجد إنه هو من أوائل الناس اللي اعترفوا إن في مسيحيين كانوا على عقائد وإن كانوا مكت Schw cachor creed كان في ناس بيبشروا بعقائد مختلفة باللي كان بيبشر بيها بوليس المدعو رسول المسيحية طيب يعني المصادر الأولية المعتمدة عند المسيحيين بحسب فكره هي هم عقيدة بوليس كان بيبشر بيها هي رسائل بوليس وأنه في رسائل بوليس بوليس بيذكر أنه هناك في ناس كانت بتعلم بتعليم أو ناس كانت بتنكر صالب المسيح أنا مش عارف احنا كلنا قرينا وبنقرأ رسائل بوليس هل هناك إنكار لتاريخية الحدث أنا مش أكلم على تفسير الحدث أنا بكلم على تاريخية الحدث هل يوجد إنكار في رسائل رسول بوليس أو في العهد الجديد أو في كتابات الأباء إنكار لتاريخية الحدث لا يوجد أم الهوب يقولي الكلام دي علي أساس بيقوله على تفسير خاطئ وهنشوف التفسير الخاطئ اللي بيبني عليه كلامه ما هو إلا فعلا تفسير خاطئ ولم يتعب في إنه يدرس كلمة الله دراسة حقيقية بتطقيق نسمع الفيديو التاني هيروح لنا فين علشان يثبت إنه رسائل بوليس بتتكلم عن إنه تاريخية صلب المسيح حدث غير متفق عليه جماعة نسمع الفيديو التاني هن معقيدة بوليس كان بيبشر بيها هي عقيدة صلب والفداء طيب ده سواني مش بس بوليس اللي بيبشر بكده ده الكنيسة أساسا بنت يعني أو كلفت بهذه الكرازة بالإنجيل لإنه إنجيل المسيح يعني الصلب والفداء إنه يسوع المسيح مات من أجل خطيانا وأنه قام من أجل تبريرنا ده الإيمان المسيح ده العقيدة المسيحية وبنجي تدون في نشأة الكنيسة وعلى مدار آلاف السنين من تاريخ الكنيسة وإلى أن يأتي يسوع المسيح في مجيء التاني هتظل هذه هي رسالة الكنيسة الصلب والفداء نكمل مع بعض ما فيش عقيدة أهمة عند بوليس كان بيبشر بيها صح فبالتالي لما بوليس يتكلم عن إن ناس تركوا هذه العقيدة وانتقلوا إلى عقيدة أخرى أو كان بيتكلم عن ناس كانوا بيعلموا بعقائد مختلفة عن العقيدة اللي هو بيعلم بيها نقدر نعرف بمنتهى البساطة إن هؤلاء الآخرين المختلفين مع بوليس كانوا بيختلفوا معاه في الصلب والفداء وكانوا بيؤمنوا بعقائد عكس اللي هو كان بيعلم بيها لو نقرأ مع بعض في رسالته إلى أهل غلطية الإصحاح الأول من العدد ستة للعدد تسعة بيقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر طيب يبقى هو بيقول لنا إيه الرجل ده بيقول لنا حاجة مهمة جدا بيقول لنا بوليس الرسول كانت فيه ناس بتنادي بتعليم أخرى معارضة للصلب والفداء طيب أسألك سؤال الإنجيل الآخر اللي بيكلم عنه هنا الرسول بوليس لأهل غلطية في أصحاح واحد إنهم انتقلوا سريعا إلى إنجيل الآخر إيه هي قضية رسالة غلطية وإيه هو الموضوع الأساسي اللي بتتكلم عنه رسالة غلطية هو طبعا مش يتكلم عن موضوع ده خالص لأن الموضوع ده يعني بالنسبة له ما يدرش يدخل فيه لأنه بيهدم اللي هو بيقوله النقطة الأساسية لرسالة غلطية هي أن الإنسان يتبرر بالإيمان بيسوع المسيح فقط وليس بالنموس أنا مش محتاج إني أحفظ النموس لكي أخلص أنا محتاج إن أنا أؤمن أن يسوع المسيح مات من أجل خطايا وأن يسوع المسيح قام من أجل تبريري فأخلص النقطة الأساسية هي المعلمين المتهودين الذين كانوا ينادون بأنه ما ينفعش أنك تؤمن بالمسيح فقط لابد أن تصير أولا يهودي تختة وتحفظ السبت وتمارس كل الفرائد والوصايا في نموس موسى ثم تخلص بالإيمان بالمسيح فأنت لازم تعمل الأعمال دي وبعدين الإيمان بالمسيح بوليس بقول لا يبقى المسيح مات بلا سبب يبقى أنا بخلص بالأعمال وليس بالإيمان دي النقطة الأساسية في رسالة غلطية ولو كنت درست رسالة غلطية بتمعن كنت تعرف أنه هذه هي القضية الأساسية الإيمان مقابل الأعمال الإيمان بالمسيح ولا الإيمان بالمسيح ومعه نموس موسى الختان والسبت إلى خلافه هذه النقطة الأساسية لكن ليس تاريخية صلب المسيح لأن تاريخية صلب المسيح لا يمكن أبداً لعاقل أنه ينكرها فالمسيح صلب آه لكن هل أقبل المسيح فقط فأخلص أم أقبل المسيح ونموس موسى مع بعض فأخلص هل في المسيح كفاية لخلاصي عمله كفاية لخلاصي أم لابد أننا أحفظ النموس لكي أخلص هذه النقطة الأساسية بس هو ما يكلمش عنها خالص هو على طول إنجيل آخر يعني طعن في تاريخية صلب المسيح طيب نكمل مع بعض الفيديو الثالث علشان أدخل في الموضوع اللي عايز أتكلم فيه وأخذ وقتي برحتي شوية فنأخذ الفيديو الثالث وبعدين نرجع نكمل مع بعض نجد أيضا في رسالة بوليس إلى أهل غلطية إشارة إلى العقيدة اللي كان حواليها مشكلة اللي هي باية في غلطية ثلاثة واحد أيها الغلطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا فكأن بوليس بيشير إلى أن العقيدة اللي كان حواليها خلاف فكرة صلب المسيح أو فكرة الصلب والفداء بشكل عام إلى درجة أن بوليس كأنه بيقول أن أنا شرحت لكم عقيدة الصلب والفداء كأنه رسم أصادهم مشهد صلب المسيح فواضح أن هذا المشهد جزء جوهري من العقيدة اللي عليها خلاف اللي الغلطيين دول كفروا بيها وتركوها وتحولوا عنها طيب شفت بقى هو بيلف ويدور علشان يطعن في تاريخية الصلب مع أنه غلطية ما بتتكلمش أبدا عن تاريخية الصلب مع أنه النقطة الأساسية زي ما قلت لحضراتكم هي التبرير بالإيمان وليس بالأعمال ولو كان كم من رسالة غلطية كلها كان فهم لكن هي دي فلسفة الإخوة المسلمين هو يبحث عن أي آية وينتزعها من سياقها لمجرد أنها في شكلها الخارجي ممكن يستخدمها ليطعن بيها في أي حق إلهي دون أن يبحث دون أن يقدم القرينة دون أن يعرف هو بيكلم عن إيه أساساً رسالة غلطة بتتكلم عن إيه دون أدون 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 أشياء كتير جداً طيب نيجي إلى تاريخية صلب المسيح كلمنا مرات الفاتية أن المسلمين في مشكلة ليه؟ لأن المسيحيين حقيقة صلب المسيح حقيقة مؤكدة لا تحمل الشك وبالنسبة لليهود أيضاً حقيقة صلب المسيح حقيقة مؤكدة لا تحمل الشك فالمسيحيين يؤمنون أن المسيح مات لأنه كان ينبغي أن يقدم نفسه فدية عن كثيرين واليهود يؤمنون أن المسيح مات لأنهم هم الذين حكموا عليه وأسلموه للصليب جيب أواحد بعد ستمائة سنة قال أنت غلط المسيحيين غلط واليهود غلط أما ليه؟ لأ دا شبها له وعندهم بقى مشاكل لتصبح في موضوع الشبيه هل هو خد شبيه تطوعاً ولا شبيه إجباراً وكل النظريات المختلفة علشان يهرب من مشكلة أنه ما هقدمش أي دليل تاريخي على عدم صلب المسيح طيب ناخد مداخلة ونكمل بعض بعض الأخ متى من العرق أهلي سلام المسيح ديكتور أشرف سلام المسيح معيك أهلاً وسهلاً بك كيفك إن شاء الله جزيلاً نشكر رب كيفك أنت نشكر الله الحمد لله ديكتور أشرف رب بارك خدمتك ويبارك في خدمة طريق العمل أجمعين يا رب أحب بس أستأذنك في دقائق معدودات للرد على الأخ خالد أو الشيخ خالد اللي اتصل للحلقة الماضية وبدأ يحكي كلام تدليس بالحقيقة على صلب المسيح فأنا بصراحة رجعت بالكتب والمراجع الأصلية للكلام اللي ادعى به وأحب بس أمر بسرعة شكراً شكراً طبعاً هو الشيخ خالد أطنم وحاضرة طويلة عريضة على أسلوب البحث الأكاديمي والآمانة الألمية وطريقة البحث على الحقيقة لكن بالحقيقة من إحنا جينا نشوف الكلام اللي قاله الشيخ خالد بصراحة هو بالعكس عكس اتجاه الحقيقة والبحث العلمي معروف السبب ليش لأنه هو الرجل يريد يسوي صورة ويرسم صورة وشابه للصورة القرآنية وهذا طبعاً معروف لجمع يعني لكل أتباع خير دناكري هاي شغلة النقطة الأولى اللي أحب أطرقها بالكلام اللي قاله الخالد قال السيرنتينيين والتكيونيين هؤلاء وطوائف كثيرة في المسيحية ينكرون الصلب فأنا ممكن وليش لم لا دعنا نذهب إلى الأصول والمصادر المسيحية الرئيسية ونشوف إذا كان أكو هذا الكلام موجود فبالنسبة للسيرنتينيين أنا رحت للمصدر الأول وهو القديس أرينيوس إسقف ليون وكتابه المعروف كتاب ضد الهرتقال الكتاب الأول الفصل 26 ويقول وأقتبس بالنص من اللي قاله إنهم أي السيرنتينيين يؤمنون بأن المسيح أي الهوت المسيح هنا يقصد فارق يسوع أي جسد المسيح قبل آلام الصلب وموته ومن ثم أقام الرب يسوع من الموت انتهى الاقتباس يعني السيرنتينيين يؤمنون أنه نالك صلب بغض النظر إذا كان المسيح يعني لاهوته وناسوته فإذا حقيقة الصلب موجودة عند السيرنتينيين هذا الكلام لم يرد فقط في أرينيوس لكن ورد أيضا وأكدوا في بليتاس إسقف ليونما 225 أيضا ترتليان المزيف 250 ميلادية إسابيوس أيضا إسقف قيصرية المؤرث المسيح الكبير 320 أيدوا في كتابه اللي هو تاريخ التنيسة القديس إبيفانيوس إسقف سلمس نفس الشيء أكدوا في كتابه الكبير اللي هو المعروف جدا اللي هو البانراين اللي هو مثل ما نقول الكتالوج ما الهرطقات اللي موجودة تنتهي في الوقت أي أنا قديس جيو أنا إذا رحوكي رحوكي وأعطيه الكبير بالنسبة للتاتيونيين أيضا الشيخ خالد لا أعرف أي مصدر تكلم أن التاتيونيين نكروا صلب المسيح ما أعرف أي جاب الشيخ خالد هذا الكلام على كل النقطة الأخيرة تتعلق بباسريديوس باسريديوس الجميع يعرف وما أنت تفضلت الحلقة الماضية أن هذا الشخص هو عبارة عن غنوسي والفكرة الغنوسي هو خارج حدود المسيحية معروف هذا الكلام ولكن الملفت في الأمر أن القديس يوحن البشير في رسالته الأولى الإصحاح الرابع قال بالنص كل من لا يعترف بالمسيح قد جاء بالجسد فهو ليس من الله بالزرع يعني الإشارة هنا تعني أنه الفكر الغنوسي الذي يقول أن المسيح هو فقط إله أو من هذا الطبيل وليس جسد بشري مثلنا ألو ألو أيوة أخمت سمعني سمعك يعني أنا أشكرك على الدراسة والبحث الجيد لحضرتك وأنا طبعا أتفق معاك لأنه أعتقد أنه المصدر الأساسي للفكر الإسلامي ليس هو المسيحية الحقيقية كما نعلمها لكن المصدر الأساسي للفكر الإسلامي هو الفكر الغنوسي اللي كان بالأخص الدوسوتية اللي هي الغنوسية اللي بتنادي بأنه يشبه الجسد ولكنه ليس جسد يعني 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 جسد المسيح ليس كجسد مثلنا لأن المادة عند الغنوسيين المادة شر وبالتالي هم حاولوا حاولوا أنه ينتزعوا ناسوت المسيح من المسيح علشان الفكر بتاعهم وده اللي بيتكلم عنه يوحن الحبيب أنه كل من ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهذا هو ضد المسيح نعم بس أنا بس أريد أوضح بس نقطة لو سمحت هنا أتفضل عقيد الباسيليدوس عقيد الباسيليدوس تتضمن فكرة يونانية أسطورية حتى أصل الفكرة الغنوسية لا تضمنه هذه العقيدة يعني عقيدة ما الباسيليدوس تقول أن الآب الغير المولود الغير المسمى ولد الفكر والفكر يسمى بتصوره نوس باللاتينية وهذا نوس اعتبره المسيح والمسيح والآب أرسل الفكر إلى البشرية فتراء للبشرية المسيح ولكون المسيح له قوة خارقة فوق المادة كما يدعي هو بس نقطة هذا طبعا الكلام أنا ما جايبه من عندي هذا من كتاب أرينيوس لحظة بس لا سمحت لي هذا من كتاب أرينيوس ضد الهرطقات والكتاب الأول الفصل 24 يقول أنه أرسل الآب الغير المسمى الغير المولود نوس وهو الفكر إلى البشر فتراء لهم المسيح وحين ألقى المسيح شبهه على سبعان القيرغاني صعد بقوته إلى السماء السؤال هنا للأخ والشيخ خالد يا شيخ خالد هل الله هو الذي ألقى شبه المسيح على سمعان وإلا المسيح هو الذي ألقى شبهه إلى سمعان هنا التدليس والنعب بالألفاظ أشكرك يعني أنت يعني طبيعة المسيح هنا طبيعة إلهية لا تتفق مع ما وقته القرآن بالزبط بالزبط هو يكفي تدليس وكونوا صادقين مع أنفسكم قبل ما تتكلمون أشكرك لأنه أنت بتتأجد أسف سوري أنا أسف لا لا شكرا 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 كثير على المداخلة بتاعتك أشكرك لأجل المداخلة بتاعتك طب أنا أنا هكمل النقطة اللي عايز أقولها إنه والنقطة اللي تكلم فيها الأخ مات وجب البرهين ومن كتابات الأباء وآخر وإنه فعلا الفكر الإسلامي مش مبني على الإيمان المسيح الفكر الإسلامي هو أي حاجة أي حاجة كانت موجودة وريبة منه خد فكرها وبنى فكرة الشبيه أو شبه له بالغلط لأنه الفكر الغنوسي لما بيكلم عن أنه أنه يشبه الجسد كويس هو عايز ينزع المادة من المسيح لكن الفكر الإسلامي خد فكرة الشبيه دي وراح بيها ناحية تاني وأنكر بيها صلب المسيح وأنا عايز أسأل لإخوة المسلمين سؤال بأمانة يعني لو أي واحد فيكم درس الصلب كحدث الصلب ليس للمسيح بس الصلب بصفة عامة كنوع من العقاب كويس الصلب كان الصلب كان بيتم لغير الرومانيين كويس المجرمين الصلب كان هو العقاب اللي بيزهر بشاعة المجرم أنه هو مجرم حكم عليه بهذا العقاب الشديد ويعتبر مصدر عار للأسرة لأسرة المسلوب يعني يعني مش حاجة الإنسان يفتخر بيها يعني لو في عائلة من العائلات حد من أفرادها صلب ده بيبقى مصدر عار إزاي المسيحيين يخترعوا صلب المسيح وهو أساسا كحدث ينظر إلي العالم على إنه عار على إنه يعني شيء غير مقبول على إنه الشخص الذي صلب ده أكيد عمل مصيبة كبيرة كيف للتلاميذ أو للكنيسة أن تخترع أن المسيح قد صلب وهي تعلم أن اليهود بالنسبة لهم صلب المسيح هيبقى عثرة وإن اليونانيين بالنسبة لهم صلب المسيح هو جهالة وإنه رسالة ممكن تتعطل كرازتهم بالمسيح المسلوب عند اليهود وعند اليونان يعني إزاي إزاي ده ونقباله عقل إن لم يكن إن لم يكن صلب المسيح حقيقة تاريخية مؤكدة لا يمكن أبداً للإنسان أن يهرب منها ولهذا عندما كرز التلاميذ بالمسيح كرزه بالمسيح الذي صلب كحادث تاريخي وصلبه لم يكن عقاباً لخطياء لكنه كان فداءاً للبشرية طيب أخذ مداخلة أخرى وأجي أكبر الأخت أم عمد أهلاً وسهلاً بحضرتك إزاي حضرتك يا دكتور أهلاً وسهلاً بيكي الحقيقة أنا لفت نظري حاجة في العقيدة الإسلامية لما هم بيسألوا الرسول على الحياة التانية بعد الموت فبيقولوله بيقولهم لا أعلم ماذا يفعل بيه وبكم سألوله حتى أنت رسول الله فقال حتى أنا إن لم يتغمن الله برحمته فرحمته الرحمة اللي هو الرسول بيدور عليها إحنا إحنا كمسيحيين خدناها من عقيد الصليب يعني الصليب دوا لو هم وفقهم إن يأمنوا بالصليب عشان ينالوا حياة أبدية ويدوروا على الرحمة اللي الرسول مش لقيها يبقى كده هم بيتعانوا في الإسلام كله معايا حضرتك معايا لأنه محبة الله محبة الله ورحمته وعدله اللي اتنين زهروا في الصليب بالضبط كده المسيح فتح لنا الطريق للحياة الأبدية بصليبه فهم بيفتقدوا الحتة دي ومش قادرين يوصلوا لها طبعا إلا لو أمنوا لأننا مرة سمعت واحد بيقول على السيد السامح بتاع الكنيسة دوا بيقول له يعني إيه ليس بقى أحد غيره الخلاص فهي دي فعلا النقطة اللي احنا استفدناها نصلي بالمسيح الخلاص والصداء وإن لنا حياة أبدية هما بيدوروا عليه لأن من له المسيح له الحياة أشكرك شكرا لك أكيد أو الأخي خالد من المغرب ألو 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك كيف حالك يا حاضرتي القسط أهلا وسهلا بيك الله يكريم أنا هو الأخ خالد اللي متى كان بيرد عليه بس أنا حابب علشان الحلقة اللي فاتت يعني أيوة فكنت بناقش حضرتك وكنت حايز بس علشان أكمل مع حضرتك الحوار في مسألة تناقض الكتاب أو تناقض الأناجل في قضية الصلب لكن قبل ما أذكر النقطة هذه فقط أريد أن أجيب على سؤال الأستاذ متى اللي سألني آخر سؤال في كلامه يعني قال هل الله هو الذي ألقى شبهه أم أن المسيح هو الذي ألقى شبهه على نفسه يعني فأنا أجيبه من واقع دائرة المعارف الكتابية اللي ألفه نخبة من العلماء واللهوتيين مثل الدكتور القص مؤل حبيب والدكتور القص منس عبد النور والدكتور القص فيد جارس وجوزيف صبر وغيرهم يعني في الجزء الأول صفحة رقم 40 يقول لك من الغريب أن أوريغانوس يذكر تقليدا كان شائعا في عهده بأن يسوع كم من أن يغير شكله وقتما وكيفما يشاء ويقول إن هذا كان السبب في ضرورة قبلة يهود الخائن فهو يقول لك أن يسوع يعني هذا كان شائع في عهد أوريغانوس أن يسوع كان يستطيع أن يغير شكله وقتما يشاء وكيفما يشاء ونحن نقول طبعا أن المسيح مادم أنه نبي فالله عز وجل يؤيده بهذا زي مثلا لما رأى ربنا سبحانه وتعالى أيد موسى بأن قسم البحر يعني ما فيش مشكلة يعني هذا كان كإجابة على حبيب حبيب أكمل معك وانت المرة الفاتية تسألت أنه طعنت أيضا في شهادة يوسيفوس وأنا أكلم عن يوسيفوس بعدما خلص المكلمة معك لكن أريد أن أسألك سؤال تفتكر هو الإنسان ليه بيجذب إيه اللي يخلي إنسان يجذب أو جماعة تجذب دلوقتي على حسب العقيدة بتاعت الواحد يعني مثلا حضرتك مثلا عقيدة تكارس 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 إيه اللي يخليك أنت أو أنا نتحط في موقف نجذب أنا أقول لك علشان تنصر مثلا المذهب اللي حضرتك مثلا تنتهجه حتى وإن كان ذلك بالكذب يعني فقط علشان تنتصر لنفسك يعني معروف أنه الإنسان بيجذب يمكن لسببين أساسيين إما أنه وراء الكذب مكسب سواء عقائدي أو غير أو غير مكسب أو لأنه في موقف محرج أو موقف في مشكلة عابب يخرج منه صح؟ وافق حضرتك في الكلام هذا أنا أقول لك على حسب إذا كان المسيح لم يصلب كويس إزاي التلاميذ يشهدوا على إنه المسيح قد صلب ومات إيه المكسب اللي خدوا تلاميذ المسيح من وراء هذه الكذبة؟ تمام بس قبل ما نشوفي التلاميذ كده أنت عارف إن الأناجيل الأربعة سيبك من الأناجيل الأربعة أنا دلوقتي بكلمك لا سوين سوين أنا دلوقتي بكلمك عشان نعرف الأول هل التلاميذ؟ سوين شهدوا لما شهدوش يعني كل تلاميذ المسيح كل تلاميذ المسيح كانت رسالتهم أن المسيح مات وأن المسيح قام كويس دي محدش يختلف عليها محدش يختلف على المجيش إنت بعد سنة من الأحداث دي كلها وتقول لي إنه مين اللي قال كده لا مع كتوب كده طيب أنا حاول ومعروف كده طيب ماشي ماشي أنا أنا بس خليني خليني أخد معاك نقطة نقطة همش معاك نقطة نقطة إيه لجنات تلاميذ تلاميذ المسيح من إنهم ينادوا بأن المسيح قد مات وزي ما قلت أنا بس أل حضرتك وزي ما قلت لحضرتك وفهمتك إنه الصليب بالنسبة لليهود هو عثرة المسيح ما ينفعش يصلب المسيح ما ينفعش يصلب كويس؟ وإنه بالنسبة لليونان إنت جاي تبشرني بمسيح مصلوب يا أخي روح أنت بتكلم عن إيه؟ كويس؟ فإيه اللي ممكن اللي ممكن بحسب فكرك يجعل التلاميذ يخترعوا كذبة طيب إسمعني الأول أنا أولا ما باتفقش معك أصلا أن تلاميذ المسيح قالوا أن المسيح قد صليب أنا أصلا الحكاية دي ما باتفقش معك عليها سوري سوري في تفاصيل كتير النهاردة فيها لكن الأنجيل الأربعة مشهود عنها ومعروف عنها ومعروف تاريخيا ومعروف من كتابة الأباء ومعروف حتى من النصوص بتاعتها وانتشارها أنه اللي كتبها ماتة ومرقس ولوء أو يوحن فما جيش نهاردة أنت تطعن في حاجة لمجرد أن أنت رافض أنك تؤمن بمحتوى طيب أسأل حضرتك سواء لوقع ثواني بس في تاريخية الأنجيل لوقع ومرقس دول من تلاميذ المسيح جاوبني على السؤال أنا أقول لك لوقع ومرقس مرقس جاوبني جاوبني لوقع ومرقس مرقس تلميذ بوتروس وعندنا أدلة سواني سواني وعندنا أدلة أنه إنجيل مرقس مرقس كان كاتب كان كاتب لكلام بوتروس وبوتروس تلميذ المسيح ماشي ماشي أنا مش أنت بتقول تلاميذ المسيح سواني بس لوقع تلميذ مرافق لبوليس الرسول ولو لما كتب الروح القدس تتبع كل شيء بالتطقيق يعني شهود العيان كانوا أحياء والناس اللي كانت معاصر المسيح كانوا أحياء وتلاميذ المسيح كانوا موجودين فما تجيش نهاردة تتقول لي أني أنت بتطعن في الأنجيل طعنك في الأنجيل ما لهوش أي أساس ليه لأنه حقيقة صلب المسيح أنت مش بتؤمن بالأنجيل إذا أثبتت لك النهاردة أنه التاريخ المدني وكتاب تاريخيين مؤرخين تاريخيين رومان أو يهود ذكروا أن المسيح قد صلب تقبل الحقيقة دي ولا ما تقبلهاش إحنا عندنا أنا سؤالي واضح أنا سؤالي واضح أنا أريد أأو لا أنا أقول لك دلوقتي إذا أدمت لك دلوقتي سيبك من الأنجيل إنت لا تؤمن بالأنجيل حطها على جنب كويس إذا أدمت لك سوائح أنا أريد إجابة مباشرة على السؤال إذا أثبتت لك دلوقتي من أقوال ومن كتابات مؤرخين رومان يذكروا أن المسيح قد صلب تؤمن بالحقيقة دي ولا ترفضها وتؤمن وتصلب مؤمن بكرآن إسماعيل جواب إذا اتفق الرومان كلهم على أن المسيح قد صلب سأؤمن إذا أتفقوا أن أتفق الرومان كله إسمعني الأول أنا أكلمك على كتاب وهطلع هذه الكتاب سواني خلينا كامل في كريتي هروح أطلع الكتاب الذين كانوا معاصرين أو قريبين من الحدث نعم وهقرأ عن الحاملة الفرنسية لو لقيت مصدر واثنين وثلاثة بيكلمني عن تاريخية الحدث أنا ما عنديش أي سبب أن أرفضها تمام أنا متفق معك في الكتاب بتلفوا الدور لعشان تسبب حقيقة أنا بقول لك متفق معك في الحتة دي يعني ولو هما في المصادر الأولانية اتفقت على الحتة دي خلص يعني لو جبت لك مصدر واثنين وثلاثة واربعة تقبل أنا بقول لك لو هم اتفقوا أنا ممكن أجيب لك برضو مصدر واحد وثلاثة سوا Hunger سوا هجيب لك ناس أنا مش هجيب لك ناس مؤمنة بالمسيح هجيب لك ناس بتكره المسيح واتطعدة المسيح طيب طيب مثلا أنا لو جبت لك مثلا اسمعني الأول أنا لو جبت لك مثلا المفسر جون فينطون في تفسير أنا ليش بتكلم على تفسير سوري أنا ليش بتكلم على تفسير أنا بتكلم دلوقت على مؤرخين رومان يعني أين مؤرخ؟ يعني مؤرخ حقائق تاريخية يعني واحد بيكتب تاريخ الرومان من أول قيصر لحد نيرون وبعدين من نيرون لحد دومتيان ده بيقرخ الفترات التاريخية دي إذا هو بيقرخ الفترات الزمنية دي اللي إحنا بنستمد منها معرفتنا عن الرومان اللي تعتبر المصدر الأساسي عن دراستنا للتاريخ الروماني إذا هذا الكاتب ذكر أن المسيح قد صلب تقبل شهادته ولا ما تقبلش شهاده ما أنا بقول لك أنا برضو عندي شواهي تاريخي أنا لو جبتلك برضو من تلك الشواهي على أن المسيح لم يصلب تقبله ولا ما تقبلش أنا بقول لك لو هم من التخطير صدقني أنا عايزة أعجب أنا أقولها لك أنا أقولها لك من الآخر أقولها لك من الآخر كويس؟ أنتوا في موقف يحسد تحسدوا عليه أنتوا في موقف صعب جدا لأنه شاهد ما شاهدش حاجة جاي لي بعد 600 سنة ينكر حقيقة تاريخية ويطعن فيها ولا يقدم أي سند ولا أي دليل تاريخي ويقول لي هي دي الحقيقة وإنت غلطان أنا حسأل حضرتك في كتاب المقدس تناقض كده في قضية الصلب و جوابني عليها ممكن؟ أبوس أنا قلت لك سيبك من كتاب المقدس النهاردة أنا الآن أجب لك كتاب المقدس أنت أساساً ليس بتؤمن بكتاب المقدس أنا النهاردة هكلمك من برة كتاب المقدس لحظ فخليني أنا هاقف أنا علشان تتكلم عليه أنا دلوقتي هثبت للمشاهدين أن هناك كتاب رومان ويهود غير مؤمنين المسيحية شاهدوا عن صلب المسيح قبل زهور الإسلام أنت مش بتؤمن بكتاب المقدس ما تجيب ليش كتاب المقدس خلاص؟ أنا مش هجيب لك كتاب المقدس أنا هجيب لك من ناس لا تؤمن بكتاب المقدس كل اللي كتبته ذكرت حقائق تاريخية أنت مش راضي تقبلها علشان قابل أنت الدليل الوحيد اللي عندك هو إيمانك بالقرآن لكن ما عندكش أي دليل آخر المسلم ما عندهوش أي دليل آخر على إنكار صلب المسيح إلا واحد بس وهو إيمانه بالنص القرآني لكن لا يوجد دليل عندك تقدر تقدمه على أنك تنكر صلب المسيح أنا النهاردة هقدم لك أدلة من أعداء المسيحية مش من الأناجي بتتكلم عن أن المسيح كانت صلب عايز تقبلها عايز تغمض عينك وتحط رأسك في الرملة وتعتبرها مش موجودة كمل زي ما أنت عايز تكمل بس نحن نكرز بالمسيح مصلوبا من أول ما بدأت الكنيسة آه هيجي أعداء كتير دهما النهاردة النهاردة ناس كتيرة بتنكر حقائق تاريخية ما ممكن واحد النهاردة يكتب لي أنه سبتمبر 11 ده ما حصلش بس أنا اللي عندي عقل أنا عندي عقل أنا أقدر أشوف المصادر الصح وأقدر أشوف المصادر الغلط أنت حضرتك للأسف ما بتدرسك كل المصادر أنت بتدور على حاجة في التاريخ للأسف تقف معاك أنت علشان أنت ما عندكش حاجة وتيجي تطعن تطعن فيما هو واضح كالشمس اللي هي حقيقة صلب المسيح أه هسألك سؤال آخر لماذا لم يسكر القرآن سواني بس لا 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 أنا مش هخليك تسأل مرة أنا لا هسأل لماذا لم يسكر لماذا لم يسكر القرآن تفاصيل صلب عدم صلب المسيح لماذا لم يتحدث عنها ها يعطينا بعض التفاصيل لماذا سمت طيب أنا هأجيبك على سؤالك بس بشرط خليني أسأل لا 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 أنا أعايز أنا أعايز إجابة على السؤال ده لماذا لماذا نجد في الأنجيل سواني لماذا نجد في الأنجيل المكان الزمان الأشخاص الحوار الحدث الكلمات المسيح موقف الأعداء موقف الرومان ماذا قال بيلاتوس ماذا قال هيروديس ماذا من الذي كان عند الصليب من الذي أخذ جسد المسيح أين وضعوه ما الذي تم كل هذه التفاصيل تفاصيل يعني كثيرة جدا وبكسافة أربعين في المية من محتوى الأنجيل مخصص للإسبوع الأخير عن حياة الرب يسوع ولماذا ولماذا يصمت كاتب الكرآن ولا يفتح فمه إلا بعبارة واحدة ما قتلوه يا حلاوة طيب أنا سأجيبك أنا سأجيبك أنا سأجيبك اسمعني أنا سأجيبك على سؤالك لكن خليني برضو أسأل لا عايزك تجيب من الأول أيوة أنا سأجيبك بس بشط بعدها أسأل تديمي فرصة أسأل جيب من الأول أيوة ماشي أنت بتسأل سؤال جميل جدا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ إنما هو كتاب هداية الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ثواني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس وبينات من الهدى فهو بيذكر لك المسألة اللي أصلا تهتدي بها من خلالها فعلشان إنت أصلا بنيتوا أعقيدة ثواني بس لما يذكر لي حاجة عشان أهتدي بيها مش المفروض يذكر حاجة صح يقنعني بيها مش المفروض يقنعني بيها مش المفروض الله سبحانه وتعالى يعني ربنا لما يتكلم عن نفسه على إنه موجود مش بيتكلم في القرآن على إنه هو خالق ومش بيتكلم في القرآن على إنه هو ديان ومش بيتكلم في القرآن عن تفاصيل عن عرشه وبيتكلم عن كذا وكذا وكذا بدون الدخول في الآياز الأمور مش بيتكلم عن نفسه عشان يقنعني إنه هو موجود لماذا لما يتحدث القرآن عن صلب المسيح سكتم بكتم اسمع صم بكتم أو صم بكتم طيب لماذا لا يذكر لنا تفاصيل تقنعنا إنه المسيح لم يسلب ما أنا أقلتلك ما أنا أقلتلك إن الله سبحانه وتعالى لا يذكر التفاصيل اللي الواحد ما يستفيدش منه أصلا ده تفسير كن landmark يشمع هنا يشمع هنا ربنا لو ذكرنا من اللي تسالبه أنا حستفيد إيه من القضية هذه ماذا سأستفيده أصلا ما هي دي النقطة هي دي النقطة 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 سويا النقطة إنه جوهر الإيمان المسيحي انت عارفه كويس اللي مبني على التاريخ المسيحية مش مبنية على المسيحية مش مبنية على اختراعات بشر المسيحية مبنية على التاريخ افرد ان ربنا قالك اللي تصلب هو يهوذة الاسخاريوتي او سمع القيرواني او اي حد تاني انت حتؤمن لا نغير شيئا على اقل بيقنعني انه فيه اسباب على الاقل اعرف ان هو بيقدم لي براهين ما ذكره لما تكلم عن صلب المسيح بتقدم براهين لما تكلم عن القيامة يقول وظهر لكذا وظهر لكذا وظهر لكذا وصنع كذا دي كلها براهين وبوليس الرسول يقول لهم يعني اكثرهم باقل الى الان يعني لو عايزين تتأكدوا من قيامة المسيح روح لشهود العيان اللي موجودين لحد النهاردة واسألوهم احنا مش بنوعز كلام خالي من التاريخ لماذا عندما يأتي الى حدث مثل هذا لا يذكر لنا تفاصيل الاجابة اسمعني لا تقبله لما تبالش انت حر او ربما انا جوابتك اصلا طيب خليني طيب خليني اسألك سؤال في الانجل ماشي انت كده جوابت خلاص انا جاوبت عايز تقتنع تقتنع مش عايز تقتنع دي خريتك الشخصية انت مجاوبتش على فكرة لما انت مجاوبتش عارف ليه عارف ليه عارف هاقولها لك ما تزعلش مني دايما اللي مش بيقول الحق بيخاف من التفاصيل ماشي لانه التفاصيل لانه التفاصيل سواني لانه التفاصيل هي اللي بتكشف اذا كنت انت بتقول الصدق ام بتقول الكسب طيب ماشي ممكن اسألك سؤال في الانجل مع اي محقق مع اي محقق بيحقق في اي قضية اهم حاجة عنده هي التفاصيل طيب ممكن اسألك في الانجل في تنقل الانجل انا موضوع النهاردة مش تنقل انا موضوع عن تاريخية الصلب وانا مش وسواني انا لو هتكلم عن الانجل انا اتكلم عن الانجل باستفادها بحلقات اخرى لكن المراتي انا عايز اقدم انك تسألتين المرة اللي فاتت عن يوسيفوس فانا عايز اقدم للمشاهدين واقولهم انه ازاي يوسيفوس ده شاهدته وعلى اي اساس شاهدته تعتبر صادقة ام غير صادقة فانا بشكرك اخونا خالد على الحوار وعلى المداخلة اللي حضرتك عملتها معنا طيب اكلم عن اه وطبعا احنا بنسعد باي مداخلة من حضرتك والحوار معاك بس يكون بمنطق وبرهين حقيقية في موضوع الحلقة طيب الوسائق اليهودية اللي بتكلم عن صلب المسيحة كلمنا ذكرت او ذكر اخونا خالد طعن في شهادة يوسيفوس طعن في شهادة يوسيفوس يوسيفوس يعتبر من المؤرخين اليهود المعروفين اللي هو ايه هو تولد سنة ثمانية وتلاتين وعاش الى حد سنة مية ميلادية يوسيفوس يعتبر واحد من يعني العائلات اتى من عائلة اورسوكراطية كهانوتية كبيرة جدا ولانه في الوقت دوان كان الرومان محتال اليهودية فهو انضم الى المجموعات المقاومة للاحتلال الروماني وصار معروف وبدأ يقاوم الرومان حتى سنة ستة وستين ميلادية كان مسؤول عن منطقة عسكرية في الجليل لكن لما الرومان تقدموا وابادوا ودمروا المجموعات المقاومة للاحتلال اللي هم في اليهودية هو تم الابضع ليه وبعدين في الاخر بدأ يبقى مترجم ليهم وبسبب ثقافته كان يعرف اللغات جيدا فبدأ يبقى بيترجم للرومان وبعد سقوط ارشاليم راح الى روما وهناك صار مترجم للامبراطور فلافيان فابس بتيان وابن طيتوس وتبنى القيصر واصبح اسمه فلافيوس يوسيفوس فلافيوس يوسيفوس كتب كتابين او مرجعين كبار في سنة التسعين كتب عدة مؤلفات اهمها الحرب اليهودية ده جوش وور والكتاب التاني تراث اليهود وتراث اليهود ده غطى في الكتاب الاول تناول سيرة سيرته الشخصية وتحدث عن تاريخ اليهود من زمن المكابيين يعني سنة 200 قبل الميلاد اما كتابه التاني تراث اليهود فقد شمل تاريخ اليهود كله من اول مذكرة في سفر التكوين وحتى ضمار ارشليم سنة 70 اللي يهمنا في كتابات يوسيفوس في كتابه التراث اليهود The Antiquity of the Jew تحدث عن يسوع المسيح مرتين وتحدث عن يحن المعمدان مرة وحدة وشهادة يوسيفوس عن يسوع شهادة مهمة لانها بتأتي من شخص غير مؤمن بالمسيح يسوع ومؤرخ مقبول عند اليهودية ومعروف انه له كتابات ومؤلفات الكثيرة طيب نيجي عن نقطة شهادته عن يحن المعمدان هو شهاد عن يحن المعمدان وشهادته عن يحن المعمدان بيقول يعتقد بعض اليهود ان ضمار جيش هيرودس كان دينون الهية عقاب بسبب قتله ليحن المعمدان فدي حقيقة تاريخية معروفة عند اليهود ان يحن المعمدان قد قتل انه اطعوا رأبته لقد قتله هيرودس بالرغم من كونه رجلا صالحا علم اليهود ان يمارس الفضائل ويصنعوا بر انتجاه بعضهم البعض وده بيتماشى مع رسالة يحن المعمدان التي كان يقول رسالة التوبة ومغفرة الخطايا توبوا ولتقفر خطاياكم طيب ايه بقى اشهادته عن يسوع قال لنا ايه عن يسوع وهل يمكن ان نقبل هذه الشهادة عن يسوع كشهادة تاريخية انا الوقت سعفني نهاردة اتكلم عن الشهادات الاخرى لكن اكمل علىها اتكلم عنها الاسبوع اللي جاي لكن على الاقل ناخد يوسيفوس النهاردة يولي يوسيفوس عن الرب يسوع وفي ذلك الوقت تكلم عن القرن الاول في فترة بيلاتوس وحكم بيلاتوس وفي ذلك الوقت كان يسوع الرجل الحكيم اذا صح لنا ان ندعوه انسانا هو هنا لا يؤمن بالهيته لكن هو بيشوفه كأنه كشخص يعني فريد متميز شوية عن بقيت الناس كان قد عمل اعمالا عظيمة وكان معلما لاناس قبل الحق بفرح فجذب اليه كثيرين من اليهود وكثيرين من اليونانيين كان هو المسيح غير ان بيلاتوس البنطي حكم عليه بالصلب على طلب قدمه قادة اليهود الذين اتهموا فحكم عليه بالموت صلبا هنا يوسيفوس بيقول لنا الحقيقة التاريخية انه حكم عليه بالموت صلبا اما الذين احبوه قبلا فلم يتخلوا عن حبهم له وفي اليوم الثالث ظهر لهم حيا قيامة المسيح ده هو بيقول حاجات هو لا يمن بيها وفي اليوم الثالث ظهر لهم حيا لان انبياء الله قد تنبأوا عن هذه الاشياء واشياء اخرى كثيرة وإلى هذا اليوم لم تندسر طائفة المسيحيين التي سميت على اسمه اوكي ايه بقى اللي خلينا نقبل شهادة يوسيفوس على انها شهادة حق مش حاجة مندسة حد حطها ليوسيفوس اول حاجة بيلاقب المسيح بالرجل الحكيم the wise man من الصعب جدا ان يلقب اي شخص مسيحي المسيح فقط بالرجل الحكيم لا المسيحيين لا يؤمنوا ان المسيح رجل حكيم فقط المسيحيين ينظرون المسيح على انه رب على انه الرب والمخلص فتعبيرات المسيح المسيحيين واعلنتهم عن يسوع ليس زي يوسيفوس رجل الحكيم لكن يؤمنوا عندما يتحدثوا عن يسوع يقولوا الرب والمخلص يسوع المسيح رجل الحكيم استخدم هذا اللقب يوسيفوس اكتر من مرة استخدمه لوصف سليمان استخدمه لوصف دانيال واستخدمه ايضا لوصف المسيح لكنه ليس هو تعبير المسيحيين عن يسوع المسيح ولهذا فكلام يوسيفوس يعبر عن ايمانه اليهودي وصف يوسيفوس المسيح بانه عمل اعمالا عظيما وعلى فكرة ده مش معناه انه بيؤمن بمعجزاته لكن حتى الترجمة للنص اليوناني لكلمات يوسيفوس تعني اعمالا مثيرة للجدل اعمالا كانت مثيرة للجدل اثارت الجدل اعمال المسيح ومعجزات المسيح كانت مثيرة للجدل كان يشاع عنه انه يعمل اعمالا عظيمة المسيح كان معلما لأناس قبله تعليمه بفرح ودي حقيقة تاريخية تلاميذ قبله تعليم المسيح بفرح عبارة اما الذين احبوه قبلا لم يتخلوا عن حبهم ايوه نادوا بصلب المسيح ونادوا بقيامة المسيح واحتملوا الاتهادات واحتملوا التعذيب وماتوا في سبيل رسالتهم وفي سبيل دعوتهم بخلاص يسوع كلمة قبيلة او طائفة المسيحيين لا يمكن ان يطلقوا على انفسهم انهم قبيلة اتباع المسيح وصفوا بانهم مسيحيين ومؤمنين لكن ليسوا قبيلة ده تعبير تعبير يوسيفوس تعبير يهودي كويس عن شخص المسيح اتباعوا قالوا انه هو المسيح قالوا انه هو المسيح وده اللي كان شائع في اليهودية ان المسيح قال عن نفسه انه المسيح واتباعوا قالوا عن نفسه انه هو المسيح بيلاتوس البنطي حكم عليه بالصلب مين ينكر ده بيلاتوس حكم من 26 إلى 36 وتاريخيا معروف أن بيلاتوس هو الذي حكم على المسيح بالصلب تقبل الشهادة دي ولا ما تقبلهاش لا أصله مدام فيها صلب المسيح بالنسبة لك تبقى يعني ما تتبلعش لأنها تختلف عن الدعاء الكرآن طائفة قبيلة المسيحيين لم تمت بل ظلت حتى وقت كتابة يوسيفوس المسيحيين بالرغم من الاتحاد نيرون وبالرغم من الاتحادات دمتيان وإلى آخره من إلا أنها ظلت ولم تندسر اللي أنا عايز أقوله إيه النهاردة مهما قدمنا من أدلة طبعا غير مسيحية للإخوة المسلمين هو إن لم إن لم يغير الروح الكدس من قلبه ومن فكره لن يقبل هذه الحقائق لكن هذه الحقائق ستظل قائمة واضحة وضوح الشمس لأنها حقائق تاريخية أمام ادعاء كاذب على أن المسيح لم يسلب هنكمل مع بعض في الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر